علاء نبيل اسم محترم جدا ومشوار ناجح جدا وخدوا بالحضراتكم بين قوسين كده من الصعب انك تكون صاحب تجربة وصاحب مشوار رائع وانت منبرى الاهلي والزمالك دي قصة تانية لوحدها لكنه لاعب ومدرب من طراز رفيع والحقيقة فيه ناس تحب تتفرج عليها وهي بتلعب كرة وفيه ناس تحب تسمحها كمان وهي بتتكلم كرة وكابتن علاء نبيل واحد من دول حقيقة دايما لقاء انتظرته طويل الحقيقة بتشرف انه هو ضيفي النهاردة في السادسة مساء خير كابتن علاء اهلا وسهلا بيك وكل سنة وانتو طيب وانتو صاحة السلامة ومشاكلة ومقدمة الجميلة دي وانا السعيد انا موجود معاك النهاردة يعني ده شرف لنا شرف لنا هي فرصة الحقيقة انا دردش معاك طبعا على الاهلي وبشكل عام انت صاحب مشوار وصاحب نجاحات كبيرة جدا مع الكرة المصرية وعن الكرة المصرية كمان نتكلم شوية وخليني ابتدي بالكرة المصرية انا الحقيقة يمكن احنا ختمنا السيزن اللي فات ختم ولا اروع على مستوى الاندية عندنا اهلي بطل افريقيا زمالك وصيف وصيف البطل عندنا بيرمت كان عامل شغل كواس في الكونفدرالية ووصل نهائي صحيح لم يتوج ولكن نتيجة انه خبرته في افريقيا يمكن مش كبيرة ده يعتبر انجاز بالنسبة له انه يوصل نهائي كونفدرالية وتوقعنا انه كون بداية انطلاقة خصوصا انه الدوري ابتدى سخن السنة دي والفرق حتى اللي طالع من تحت بتلعب كرة حلوة والمسافات قريبة بين فيه منافسة والمنافسة انت عرف بتأدي الرافع المستوى ورغم كده تبدو انه البصلة تايها شويتين لقينا موجة عواصف يعني لقينا الزمالك بيخرج بدري قوي من بطولة افريقيا على رغم الناس كانت بترشحوا انه يوصل نهائي بيرمتز نتائجه على مستوى المحلي وعلى مستوى المشاركة في افريقيا طبعا خصوصا من رجاء رايح جيدة اخر الاخر نتائج حققها نتائج لا تتناسب مع كبيرة السويقية واسماء اللي عيبة اللي بيضمها وحتى الاهلي اللي تأهل خليني اقول لدور التمانية بروح بشخصية البطل يعني مش بالاداء ولا بالمستوى لكن شخصية البطل هي من وجهة نظرك ليه المحصلة دي كانت نتيجة المقدمات اللي انا قلتها في البداية طبعا البداية الدور كانت قوية جدا ويمكن ما كنتش متوقع البداية القوية دي وفيه فرق زي ما حالك تفضلت قلت دخلة بقوة يعني بتتكلم في الاتحاد بتتكلم في المصري بتتكلم في سراميكا حتى لصعد صحيح عامل عامل شغل كواس قوي بيلعب كرة حلوة تمام اه النادي الاهلي دخل افريقيا والزمالك التلاتة اه ممكن النادي الاهلي هو اللي تفوق ودخل الاتفق معك تماما ان مش العروض اللي هي لكن دخل بروح النادي الاهلي بروح لعبة النادي الاهلي اللي هي بتبقى بتلاقي في الموقف الصعبة مزبوط تمام اه ويبانت بالذات في المطش الاخير يعني بالرغم ان هو مثلا كان بتتأخر بهدفين لكن قدر اللي هو يعوض ويتعادل ويتأهل اه النادي الزمالك اه 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 ا يعني معلش محترام الموليدية بما يتعدلش معاك في ملعبك. أي. بأمانة حتى الترجي. يعني. ما يكسبكش هنا في. آه خالص يعني. تيجي لما تيجي تحلل الموقف. لابد من أنت تقول أن الهزة اللي حصلت فيه التغيير الجهاز الفني. وعلى فكرة كارتيرون نفس المشكلة اللي قابلها لما جيه أول مرة. أنه هو قاعد فترة لغاية لما حط إيده على الفرقة. أنا أفتكر كويس أول هو كان محتار ما بين عبد الشافة والعبدالله جمعة. كان محتار ما بين مصفى محمد وعمر السعيد. يلا عبده هنا يلا عبده هنا. برضو نفس الكلام لما جيه. بس المرة دي أقل شوي. لأنه كان جاي عارف اللعيبة. يعني هو كان جاي من الفترة تانية عارف اللعيبة والفرقة اللي هو فنيش بيها موجودة. بس أنه طبعا مصفى محمد. فدي الفترة أعتقد أن. يعني إحنا كنا كلنا عاديين إحنا بنكلم بقى كمصريين عاديين منتظرين نتيجة الزمالك. ويوقيت أهل لكن طبعا هو فرط في الوصول بسبب النتائج اللي هي عكاة عنا ملعبه. لأنه إنت عايز تخش بأمانة يا أحمد لازم تكسبه على ملعبك. ومطش بره أو بتاعتي وتخش بي. تتطمن على الوصول. بيراملز أتفق معك تماما أن اللعيبة اللي موجودة. يعني أنا كنت لسه في إحدى الحوارات قريب بقول. من كتر النجوم الموجودة الراجل مش عارف يعمل إيه. يعني عندك. مش عارف يعمل إيه. أنا بتهيلي أي مدير فني. لا 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 مش حقيقي. لا في الملعب عكس كده. في الملعب عكس كده. في الملعب عكس كده. يعني أنت مثلا عندك مثلا 11 و 12 كواسين قوي. لكن أنت عندك كتير قوي عايز تلعب ده وعايز تلعب. بتحصل هوجة. بالضبط أنا بس انتها برضو بنفس. انت أخلت لقيت ترويزة بليانة حاجات حلوة كلها. بلتش عارف تكل إيه. أنا أكل ده ولا أكل ده ولا أكل ده. أنا أختلف معك كابتن علي. هذه شخصية يعني على المستوى المنتخبات. أنت بتيجي تكلم منتخبات مش أندية. أنت بالتأكيد أي عنصر وحاك طبعا صاحب مشوار طويل ونجاحات كبيرة مع منتخب مصر. بتضم أفضل عناصر. وبالتالي أنت بتضم 30 نجم مساء. لو قيمتك 30 بتاخد 30 من على الفرازة. أقول لك حاجة. أقول لك حاجة. أنا أفهمت أصدك مع شاك. أقول لك حاجة. أنا أو أي مدير فاني لما بيجي بيختار بيختار هيك الأساس للفرقة. لما يبقى فيه 2 نجوم كبارة أو في نفس المكان. بختار اللي أنا هستفيد منه. وبتلاشى لا ناخد التاني عشان ما عمليش مشاكل. وصلت؟ تمام. فأنا بختار اللي أنا هلعب بيه. والاحتياطي على قد. مش محتاج تجيب حد في نفس الكاتيج. هعمل مشاكلة. فأنا بختار اللي أنا هلعب بيه وهينفز لفكري. تمام؟ وعند الاحتياطي اللي هو سعيد جدا. اللي هو موجود في منطقة مصر أنا ممكن أستفيد منه. ويديني برضو اللي أنا عايزه. فببعد عن المشاكل. لكن إنت لما تحط. طيب أقول لحضرك حاجة. طيب فاكر فريد الزمالك فريق الأحلام. آه. فاكر. إسي الزمالك كانوا مسمينه. آه. فاكر. أحمد الكاسو. من أسهل المواسب اللي نادي الأهلي خاد فيها الدور العام. صحيح. صح؟ كلامي صح. أنا بتكلم إن كتر النجوم في الفرقة مش كده. هو أنا بشوف دايما يعزك يعني إذا كنا بنحط في مقارنة أنا بشوف دايما النقوة الأهلي في 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 المنظومة بصرف النظر عن الأسماء والنجومية والمواهب. يعني في وقت ملاوات الأسماء والمواهب وده بيحصل كتير مش بس في مصر ما بيجيبش مطلقات. ممكن تجيب فريق مدجج بالنجوم وغبيرم الزهو ونموذج. ما أنا عاشي كاد بقول لك. أقول لك أنت المنظومة نفسها مش منظومة لعيبة بس يا جماعة. عيبة. تب تتكلم في إقدارة كان دايما لكابتن جوار الرحم يقول لي بس التمرين دا ما يخدش مننا عشرين في المية. النجاح في المنظومة نفسها إزاي تتعامل مع الإعلام إزاي تتعامل مع اللعيبة المحترفين. المدرسة الجنرال برد. آه. التدريب دا ما يخدش مننا حاجة. عشان كده أتفق معك إيه المنظومة نفسها. هي اللي بتنجح. فيه لوائح فيه مبادئ فيه خيم فيه فيه سواب فيه عقاب. اللعيبة عارفة قد إيه أهمية الفوز. فيه جمهور بيحاسل فيه جمهور بيزعل فيه جمهور بيفرح. كل الحاجات دي بتحطي تحت بند إيه النجاح. أي. تمام. المنظومة دي كلها لحاجة بتتكلم عليها أندية على اتحادات على لعيبة على لوائح وقوانين. هدفها في الأول والآخر إنك عندك منتخب محترم. منتخب تقدر تنافس بيعكس تاريخ مصر كبير جدا في رياضة كرة القدم ويحقق نتائج توازل التاريخ ده. إحنا مش تاقيين ده بقى إنه آخر عشر سنين. يعني وسيبك ما الظروف اللي مرنا بها بفترة عدم استقرار. لكن مازال المنتخب المصري وبصرف النظر مش بتكلم على كابتن حسين بدري. كابتن حسين ممكن يتحمل جزء من المسؤولات. ده يتحمل كتير معلش محترم. يتحمل كتير معنديش مشكلة خلص طبعا وجهة نظر حاجة. بس هي تكملة تكملة للمدارس الأبليكاتية. الزبط كده هو ده. يعني أنا إحنا بشكوبر ودنا كاس على. مظبوط. وروح والمسؤول من هيئة أفريقيا. ولا حد في مصر مختنع بالأداء ولا. بالكرة الأداء. وطلع لنا مصطلح كده أنا بكرهه. إيه تلات نقاط أهم من الأداء. بدأت المدربين الأداء يبقى وحش ويكسر ويقول لك هل ستلات نقاط أهم من الأداء. لا الجمهور مصر عايزة تمتع. صحيح. عايزة تمتع بكرة حالوة. يعني أنا دي ما درستي. في ناس تختلف معايا. لكن أنا نارضة حالك بتقول إن فعلا بأن فترة طويلة مش لقين منتخب مصر. مش لقين شخصية منتخب مصر. مش لقين شخصية شخصية. وعلى الرغم كمان من الفترة الأخيرة دي. يعني أنا بتقول مثلا آخر سنتين تلاتة دول أنا بيتهايلي إنه الجيل اللعيبة الصغير اللي تلعب بعد جيل بركات وتريكا ومتعب. والجيل اللي حق التلات بطولات مع كابتن حسن شحاتق. مفترض إنه بقى كبير. بقى صاحب خبرة وصاحب تجربة. المفروض إنه كنت متوقع ونتكلم على عندها كبيرة. أهلي بطل أفريقيا. حصل دروب. حصل دروب. حصل دروب في الفترة تاعة برادية. كان لازم يعمل إحلال وتجديد في الفترة دي. فاكر مطش غانا ستة واحد. طبعا. الفترة دي اللي تولى فيها برادية كان لازم يعمل إحلال وتجديد بعد الجيل بتاع كابتن حسن شحاتق. اللي هو بركاته والجمعة ومتعب وعمر زاكي وحسن عبد الرب. الجيل ده عظيم. كان لازم يحصل إحلال وتجديد في الفترة اللي لمسك فيها برادية. عشان كده إحنا عانينا الفترة اللي بعديها. برضو فضل إلا. أنا مازلنا بنعاني. أنا بتقولي إن إحنا مازلنا بنعاني. بس أقولي حضاك حاجة. أنا يمكن قلت قلت في فترة. اللي بالك عشان أنا جاي لك في الصريح. تمام. وانا زي. تجايب نفس المدرسة. أنا جيت فترة قلت من سنة أو قلت هذا الجيل الأكثر أجيالة لاستفادة ماديا. وأقل الأجيال فنيا. ترجمها. تمام. تمام. لكن بأمانة الدوري ده لا فيه لعيبة نضجت. فيه لعيبة بتقنعني. فيه لعيبة ممكن تقدر تعمل منها حاجة. ساعدك على ذلك لعبت المتخب الإولومبي. ساعدك على ذلك أنا قلت في أكتر من مرة النادي الأهلي عنده فرقة برة. وكلهم صغيرين. يعني كنت بأسأل عن طهر محمد طهر. النادي الأهلي وجاب. طول ما جامعة ده فمتازة جايب. أنت جايب لعيب موليد 97. عد كده كم واحد من موليد 97 موجودين في النادي الأهلي برة. كتير. فرقة. أي. يعني أنت النادي الأهلي النهاردة بش يحتاج أي حد من برر لمدة 4-5 سنين. وحط رجل على رجل. أجيب مثلا نحن اتنين محترفين. ثالث محترفين هم نستوى عليه وخلص الموضوع على كده. أحط الشيخة باله من الحتة دي. فاللعيبة دي نضجت. نضجت مع المتخب الإولومبي ووصوله للأولمبيات. فرق مع الأولاد دول نفسيا. نتيجة النضج ده كابتن على توقعك أنت الشخصي. أن منتخبنا قادر يوصل كاس العالم. وقادر أتأهل خلاص بطولة أفريقيا قادر ينافس مش هو اللي يتوق. منتخب رايح ينافس على بطولة أفريقيا قادر. بالله أنا شفته في فتر الفاتت؟ لا. لدي ولدي؟ لا لا. المنتخب ده يقف على حيله قاوة 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 قاوة. لما منتخب الإولوم بيبقى خلاص منتخب قاوة. أعينك على المنتخب الإولوم؟ مع شوية عناصر موجودين. كالي أنا بقى الحين كل النجوم في منتخب الإول كبار السلم. هتلعب شيل مصطفى محمد شيل محمد صلاحة. على أساس اللي هو عنده قدرة على عطالها. عندك طريق حمد كبير. عندك حجاز كبير. عندك كل اللعيبة دي كبيرة. لازم لازم الفترة اللي جاية المنتخب اللي هم بعد ما يجي الأولمبيات. هم دول أمل مصر. مع تطايمات من اللعيبة الكبارة. شايف إن احنا قدامنا لسه فترة. فترة. مع سبقا قلت لك اللعيبة بدأت تنظم. تمام؟ وخلي بالك برضو فيه أندية بتعتمد على اللعيبة الأجانب. مع المنتخب مصر برضو بلو شدت على اللعيبة الأجانب دي برضو هتلاقي اللعيبة على الصوابعة. يعني مثلا فيه أندية اللعيبة الأجانب هي اللي فترة معها. بدون زكتة أسماء. فشيل اللعيبة دي. تحسن. بص على اللعيبة المحلية هتلاقي. مع أنه أنا كنت شايف أن القماشة السنة دي يعني تريح أي مدير فني. يعني أنت عندك عندك النهار دا محترفين برة. مقدمين حتى لو أنديتهم مستوى متراجع لكن هم نفسهم عاملين سيزن كويس. صلاح عامل سيزن كويس. مصطفى محمد مكسر الدنيا في تركيا. أنني أفضل موسم لي مع الأرسنال. صراحة أفضل موسم لي مع الأرسنال. حجازي عامل شغل في التحاد جدا. مش عايزة أنسى حد. بس يعني أصد أول فيه أربع حامل سيزن كويس. مش وحش. وعندك بطال أفريقيا جوا. وعندك دولي فيه لعيبة ممكن جدا. على فكرة أنا بشوف أنه كمان يعني فيه عندنا في مصر مشكلة التابهات. أنه اللي معروفين دوليين يبقوا هما دول منتخب. لكن ما حدش بيغامر ويقوم. ما أنا بقالي كتيره وشفتش مثلا حد يضم وجه جديد للمنتخب. ما حد يقدم للمتخب. المدرب اللي بيصنع لعب يا أحمد. المدرب اللي بيصنع لعب. يعني بتعتمد أنت عن نجم. أو بتعتمد على اللعيب. أو بتعتمد على اللعيب اللي هو يعني ممكن يقدر يدي لك في الوقت الحالي. طيما تشغل كتيبة لتقدر لأنت تستفيد منها. تمام. زي ما عادي يقول لك بقى أصل الوقت. أصل الأجندة. أصل أصل أصل. مع أننا كان عندنا فترة اللي فاتت في توقف الدوري بسبب كورونا. وراجع الدوري تاني كان ممكن نحنا تجمع في ظروف معينة. تجمع وتشتغل وتشوف وتعد والحاجات كلها. قلت على محمد شريف نجم الشباك الخادم. تمام. وإضافة كويسة وسنه كويس. يقدر يدي لك موسم كويس. أيمن أشرف. أنا بعتبره نجم الأهل هذا الموسم. أصل النجم ده مش مجرد اللي أنا أجيب لك جون. المستوى سابت. أيمن أشرف النهاردة الوحيد اللي في مصر. من أول ديال آخر ديال مع فرقيته سواء منتخب مصر أو النادي الأهلي بيلعب بنفس المستوى. أنا معجب به جدا السنة دي على فكرة. تحطه هنا يشتغل حطه هنا يشتغل. حقيقة. وعايز أقول لها حضاك حاجة. مو لأهلي كمان حسس بدا جدا. عايز أقول لها حضاك. لما تنال جنب الشمال عمل عمل دروب في الحتة اللي في القلب. في القلب. ما احترام لجميع اللعيب. لأنه التركيبة بتاعته هو بادر بنون ماشي قوي. واحد في عقرانية. بس فاسبن عن برضو يعني. لا أنا بقول لك. دي تبقى ظروف طرقة لأي مدرب. أنا بكلمك على نجومية لعب. أجمن أشرف من اللعيبة اللي طوارت نفسها بأمانة هذا الموسم. هو نجم النادي الأهلي الأول. صحيح. هو الكتيبة رغم أنه الأداء. الأكيد أنه جمهور بما نقلتنا للأهلي يعني. أنه الأداء. الجمهور مش راضي قوي عن أداء اللي بيقدمه النادي الأهلي. بتحديدا. مش بشكل بداية السيزن. لا. كنا راضيين جدا لحد كاس العالم. يعني الأهلي قدم في كاس العالم. ما تشاط الجمهور راضي عنها. وراضي الفرحان جدا بالبرونزية. لكن من بعد رجوعنا. الأداء مش في أحسن أحواله. لكن النتائج مرضية. ما أقدرش أقوله أنه الأهلي متأخر. وأنه موسيماني ماشي. بحقق كل أهداف المطلوبة منه. وتأهل دور المجموعات. يقع. يقع. يقع فيه أبسان داونز. ما فيش مع متفقين. بس في النهاية بتحقق المطلوب. وده في حد ذاته. مش كل الفرق بتقدر تفضل طول الوقت. ما شفنا البارن مقدم ملحمة. مع فريس سان جرمان. بس في النهاية فريس سان جرمان كسبت هذا التنين. فلطيف أنك تبقى مش في أفضل أحوالك. وبتحقق نتائج. إزاي شايف أنه مستر موسيميني يقدر يعدل بصة الأداء. بالنسبة لنادي الأهلي فترة اللي جاية. خاصة أنت طبعا عارف ضغط المباريات عامل إزاي. دي الفترة الأصعب. الفترة اللي جاية تبتلعب على دوري عام. وبتلعب على أفريقيا. والعملية. يعني وجمهورك ما لا يرضى بأن حاجة تعطل منه. أخذ بالك. فالفترة اللي جاية أصعب. لكن أنا ساعات بقول أنه موسيميني بيقول يعني بيعني بعمل عبية روتشن في الفرقة. تمام؟ وساعات أقول لأ خانوا التشكيل. كمورات معينة. يمكن أنا يعني الموقف ده ذكرني بأن أنا أنا كنت زعالين جدا اللي هو قاعد إلو ديانج. وهو في أحسن حالاته. صحيح. كل جماهية الأهلي كانت بتتكلم في النقطة دي. بأمان. ليه إلو ديانج قاعد؟ في أحسن حالاته. يعني لسه كان أولادي بيقولولي واحد منهم طبعا يعني. آه. على هو مستفز يعني. آه. بيقول لي إلو ديانج ما ماشي بش كويس. قلت له. طلعت من بقعة وقلت له موسيميني السبب. آه. إلو ديانج. آه. لما قاعد فترة برضو كان هو ومحمد شريف قاعد هو وإلو ديانج. لما محمد شريف نزل لأ رجع بسرعة. آه. وبيكسق وبيجيب جوان وماشي كويس. ففيه بتبقى مدارس مختلفة في التشكلات. لكن في الآخر زي ما حالك بيقول إيه إنت بتاخد المطلوب. يعني طبعا ده بقاش وحش قوي يعني. لكن بتاخد المطلوب. ودي في بعض الأوقات عشان برضو حتت التلات نقاط أهم وكلام ده كله. فبعد المواقف محتاج الحاجة دي. آه. وبعد المواقف محتاج الفرقة. أو مش بدون المستوى لكن بتقدر تطلع به تعدل المواقع. أنت بس عدت للصعب وده اللي أنا جايلك فيه بقى. أيوة. الأهلي داخل على الصعب محليا وأفريقيا. يعني أنت دول التمانية بعد القرعة. وخلاص هم واحد بالتلاتة سانداونز والتراجي والوداد. والتلاتة أنا سفرقت عليهم البطولة دي. بيقدموا كورة حالوة جد. يعني فرق تقدر تقول عليها فائقة. ودخلة تنفس على البطولة. مش دخلة يعني تقول أنا موجودة وخلاص. بس لو نادر أهلي فقا هيفوقه. ما أنا عايز بقى. إزاي حضرتك مع فترة الضغط. أنت عندك في رمضان أو عندك من هنا آخر شهر إبريل. عندك سبع مطشاط. تلعب كل ثلاثة يام مطش. كلها مطشاط تقيلة. مصري زمالك سموحة. يعني بس تستطيع مطش النصر اللي يعتبر سهل النسبيا. ولكنه في الكاس بين قصين. لكن كلها مطشاط تقيلة تلعب مطش كل 72 ساعة. وبعد كده تروح بقى ترجع تليف مايو لأفريقيا. تتعامل إزاي مع المرحلة دي؟ تحضر لعابتك إزاي؟ مرحلة مهمة جدا. حالة الاستشفى التعافي من الإجهاد. تشتغل فني وتكتيكي. من أخطر المراحل. وهنا بيبان قدرة المدير الفني والجهاز. اللي انت إزاي تعدي زنقة المباراة دي. وتبقى لعابتك فايقك قوي. آه. وإزاي توصلهم لأعلى فورمة فنية. وأحسن لياقة بدنية موجودة في خلال الفترة دي. دي احترافية بقى. وعايز أقولك إن الفترة دي. هي الاختبار الأقوى لمسلماني. الفترة اللي جاية دي. طبعا. هي الاختبار الحقيقي أو الاختبار الأقوى. لا هو تحطي تحت اختبارات طبعا. وهو ما يجيش كده بالسهل. بتحطي تحت بكتوسكوب كده مرة. طبعا. لكن عدة. لكن الفترة دي. ليه بقولك كده؟ لإنك إنت بتتكلم في فترة. أنا وإنت وجمهور النادي الأهل كله مجتمعين إن دا مش أداء النادي الأهل. صح؟ صح. يبقى أنت النهاردة إما تقنع الناس بإنك إنت الفترة دي قادر عن إنك إنت تأخذ السفينة بقوة. إن الفترة دي من أصعب المواقف. كله بعدين أنت بتكلم في ناس بتنافس على دوري. واللي جاي أصعب. كل الدور التاني دايماً بيبقى صعب. النادي الأهل اللي أعتقد هو لعب 11 مباراة. نقيسه 7 مباريات. 6 مباريات عشان يخلص الدور الأولاني. فيه ناس هتبتدي تخش في الدور التاني خلاص. فأنت النهاردة عندك مشكلة كبيرة جداً. حتة زنقة المباريات. جدت المباريات. العودة للمباريات الأفريقية. عدتهاش باحترفية عالية جداً. لا هيبتدي بقى إيه النس تقلع. ناس كتير بتقول إنه التقييم الحقيقي لأي مدير فني بالنسبة لأندي يعني. مفترض إنه ياخد فرصة كاملة. والرجل من ساعة ما جيه لغاية النهاردة ما أخدش فرصة كاملة. يعني لا كان عنده فترة إعداد جيف موسمين متلاحمين. فمن الضر النار زي ما بيقولوا كده. اللعيبة تقريباً مستنزفة مجهدة. الأهلي بالذات تحديداً كمان نوع من الفرق بيلعب 3-4 مطولات في نفس الوقت. يعني بيلعب كاس مصر وبيلعب دولة أفريقية. وعندنا كاس سوبر وعند محلي وكاس سوبر أفريقي. ومطلوب منك تكسب كل ده. ما اخترش لعيبة يعني يجيه على السكواد اللي لقاء اشتغل بيه. نتعرف حقيقة إنه لما بتشتغل على فرق مطلوب تعمل بطولات. من حقك كمدير فني إنك تطلب لعيب ولا اتنين ولا تلاتة تقول اللعيبة دي أنا محتاجها عشان أقدر أحقق المطلوب مني. كل ده لم يتاح لموسماني. هل شايف إنه الظروف المشطبيعية دي أو مش منطقية كده؟ خلينا نحكم على تجربة كاملة ولا محتاج مسلماني ياخد فرصة كاملة؟ احنا كناس يعني تعكورة وإدارة والناس بتفعب فكرة ولا عجلية يقول لها كلام تحلو أب. الجمهور الجمهور مالوش علاقة بالموضوع. ولا كلمة بنته وتعالي تفعبها. ولا كلمة بنته وتعالي تفعبها. وجمهور عايز بكسب. عايز النادي الأهلي يوصل. عايز النادي الأهلي يكسب ياخد بطولات. ما تقول ليش بقى فرصة مش فرصة وجيه خلاص. هو حط رجليه. زي ما سقفوا له ساعة لما خد أفريقيا وبروزية. وبروزية خلاص. أحلى دلالك حقك خلاص. انت عتمت عندنا خلاص ما فيش. لكنها طبعا كأدارة. او بتاع إذا بحدك ارتفق معك في الكلمة بتقول يعني. لكن انت عندك شقين. انت بتحاول كأدارة اللي انت بتوصل يعني لجمهور بتاعك. زي ما حدك تفضلت قول. لكن في ناس ما بتتقبلش. المناسبة كان في كلام يمكن على الثاني كابتن محمد يوسف طبعا نجب نادي الأهلي السبب. كان بيتكلم على فكرة الأحمال. وانه هي السبب في تراجع ومستوى لنادي الأهلي لفترة الأخيرة. وانت بتهيالي برضو. اعتقد يمكن جنرال جوهر الله يرحمه طبعا كان الجزئة دي. يعني واحدة من أهم الحاجات اللي هو متميز فيها. سواء في التحضير كاس عالم تسعين أو في بوركيرا فاس وثمانية وتسعين. انت شايف القصة ازاي وازاي ممكن الأهلي أو المسؤول مدرب الأحمال في نادي الأهلي يتعامل مع الموضوع ده. أحمال زيادة أحمال أقل. طبعا عش كده قلت لك يا عايزة احترفها عالية جدا. انت جاي برجل بتاع أحمال معك. ازاي هيوصل لك اللعيب؟ انت بتقول له أنا الفرح بتاعي يوم الاتنين. عايز اللعيب بتاعتي في أحسن حالتها. يقول لك بقى التمرين ده ساعة التمرين ده تلت ساعة بدني معايا المزامرين ما زيدش عن كده. يعني مخطط أحمال. اللي أنا حط أرص إماع بالجنب وبالوش وتوافق. الأحمال ده لانت ازاي؟ بس انت متوافق مع كلمة كابتا محمد يوسف. طبعا أحمال مهمة جدا. أصلا الناس بتكلمة أحمال دي بقى لازم تطلع بقى مش عالف ايديا. لا 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 ده في أحمال لازم تحافظ على أنت فيه. مستوى معين. وفيه اللي يختلف من لعيب للعيب. مقدار شد الحمل اللعيب كبير في السن زي اللعيب اللي هو لسه موانين سبعة وتسعين 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 وتمانين وتسعين ما نفعش. وفيه لعيبة بتلعب مطشط بصفة مستمرة ولعيبة ما بتلعبش. ده الحمل ده غير ده. لازم ازاي يوصل الحمل ده للحمل ده. فالموضوع عشان كده قلت لك ايه احترافية عالية جدا في خلال الفترة اللي جاية. اللي نهاية اللعيبة كلها. لقدر الله عندي دوري اتنين قصيبي. واللي بيع عندي البديل جاهز. بنفس الحالة البدنية والفنية لللعيب للتصاب. لغاية لما ده يرجع لحالة طبعية تانية يخش. هي الموضوع بانت عندك لعيبة كتير. فاعتقد الفترة اللي جاية. ازاي ما قلت لحالة ايه. يعني ايه لازم نبص ازاي لعبة النادي الاهلي في خلال المرحلة دي. تاخد كل هزي المباريات. وتخنع جمهورها بان احنا اداءنا كويس وبنكسب واوال حاجاته كلها. ازاي ما سألتك على منتخب مصر قادر على وصول تأهل الكاس العالم. والمنافسة على بتوط افريقيا. دخلني اسألك ايه فرص اللي نادي الاهلي من وجهة نظرك في التتويق بالعشرة. لا وردة بقوة. وردة بقوة. معلش ما احترامنا الفرق يعني لا. النادي الاهلي برضو مش امكانياته قوية في حص المجموعة دي. عظيم. طيب وانت بتتكلم على الكابتن جوها اللي اكتشفت او افتكرت انه يمكن مع بدايات تسعين او بعد كاس عالم تسعين ابتدت مشهور اللعبة المصرية في الاحتراف. بفتكر كابتن مجدي عبدالغاني كابتن هاني رامزي كابتن مجدي احتراف في البرتغال تقريبا. مجد احتراف بورتغال. وكابتن هاني في ألمانيا. ومن بعدها ابتدى المشوار. ما هو البنالت اللي جابه ده حخلاك. اه اللي حطها كده دي كتورش السعد ربنا يزيد يا كابتن مجدي. من بعدها ابتدى مشوار اللعبة الاحتراف. وحتى بعد التمانية وتسعين برضو شفنا العيب شفنا عبدالسطار وشفنا عمارة وياسر وحازم برضو لعبه في دوليات مختار مجد. ودخلنا الاحتراف في مصر. ما كانش في احتراف. ودخلنا الاحتراف في مصر بالزبط. النهاردة احنا في زمن او في لحظة بنشوف لاعيب زي محمد صلاح بيتواج بالشامبينز ليج بيبقى هدف فريمير ليج في انجلترا. لاعيب زي النيني بيلعب في ارسنل. بقى عندنا نجوم بتلعب في اندية كنا بنحلم زمان نسمع عن اسماء الاندية دي. من وجهة نظرك اللي حصل ده او المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي. كانت صدفة ولا كانت مخطط ليها او متحضر ليها بشكل كويس. لأ صدفة لان انت بتتكلم في التسعين احنا في سنة كام. اه عشرين واحد وعشرين. قول لي بقى بفرق من دول مين اللي لمع على المستوى اللي. لأ احنا يعني كان الفترة دي احنا عشناها. عشناها وكنا مسكين متخب مصر. في لعيبة ماستحملتش الاحتراف. احسا خلي بالك حات الاحتراف دي صعبة جدا. متأكد من ده. يعني الناس بتبص للشو والبروباجندا والشهرة والفلوس. لكن مش مدركة انه في ظهر ده. محمد صلاح كان لابني اني انا روحت عادت شهرة هو والدته هناك. قال لي محمد صلاح ما خرجش معنا عشر دي احد. اه. بيجي المغرب يأكل وينام يصحى الصبحية يروح على النادي. الناس فاكرة الموضوع يعني لا لا. حياة صعبة حياة المحترفين حياة صعبة. فيه ناس ماستحملتهاش الفترة دي. لكن محمد صلاح عادل الصورة. اه. يعني محمد صلاح عادل الصورة طبعا فرق. طيب فرصة يجب استغلالها. يعني انا بشوف انه محمد صلاح قدم نموذج وصورة انه اللعب المصري ممكن يكون ناجح جدا. ازاي ممكن نستغل ده. ازاي الناس اللي بتشتغل كرة. اللي قايمة على ملفات الكرة المصرية تستغل الفرصة دي. وتقدم جيل بقى. يعني يعني عايزين نشوف زي صلاح عشر وخمسوشه اللعب. اعايز اقول لك حاجة. انا بزعل على فكرة كابتن عالي. انا شفت على مدارة التاريق اللي عشرين سنة والتلاتين سنة فاكت فيهم كرة. شفت مواهب انا كنت بشوفها. تلعب في البرصة وتلعب في الريال وتلعب في البيرن وتلعب. ما عملتش حاجة. ازاي تقدر تخلق جيل. انا فكرة نسيت هاني. هاني الوحيد اللي كامل في مشوار الاحتراف. بقوة في ألمانيا. حتى احنا ما جبنات 98 كان محترف. في ألمانيا. هو هاني واحمد حسن برضو يعني. في تركيا. وزيدان برضو لعب شوية حلوين برة. زيدان من صغره طلع. وزيدان طلع من صغره برة يعني. لكن. لا بس وصل. نفيه لعيبة وصلت للبلاد ورجعت تاني. ومستحملوش يعني. ايو مفهوم طبعا. انا جابا على السؤال اللي حضاك سألته لي. على البالك الاندهي بشيء اللي بتلعب على الحتة دي. اللعيبة دلوقتي هي اللي بتلعب على الحتة دي. مم. ودليل على كلامي. موقف مصطفى محمد الأخير. اللعيب اللي أصر اللي هو يسافر. مم. بشي النادي اللي هو لقى حاجة كويسة يسفره. لا اللعيب هو دلوقتي. لما شاف محمد صلاح وشاف النيني. واللي بيحصل. على مستوى اللعيبة المحترفين المصريين برة. بقى اللعيبة هي اللي بتتمنى تطلع. الاندهي تقول لها تقعد. يعني بشي العكس. بشي النادي يقول له اللعيب. لا اطلع بقى دلوقتي فرصة انت تطلع. وانا استفيد منك وانت تستفيد. لا ده اللعيب هو دلوقتي اللي بيصر. وحصلت هوجة في الاندهي زمالك. اللي تفتكر المصفى محمد هو اللي وطلعوه خاين وطلعوه طلع. لا. فأعتقد ان اللعيبة دلوقتي هي اللي بعندها الوعي في حتة الاحتراف الخارجي. عندها الوعي فعلا لا تقدر تطلع من النادي تطلع على البلاد اللي هي تقدر تلعب فيها. الرغبة انا متفق معك انها موجودة. لا فيش لعيب النهاردة في مصر. بيلعب في اي فرقة في الدورة المصري. تقول له نفسك تلعب في الدورة الانجليزية ولا الدورة الالمانية ولا الدورة الايطالية. وهيقول لا. لكن انا رجل بكلم عليه العقلية اللي توصله لانه ينجح في المشورة ده مش يروح يركب الطيارة يقول سلام عليكم اللي يرجع لنا بعدها على طول. لا دي محتاجة شغل كبير اوه بقى. مسؤولية مين يا كابتن علاء الاول. مسؤولية اللاعب المرة واحد. اللي هو ازاي يقدر يطور من نفسه ويهيئ لنفسه. فوقات كتير يا كابتن علاء اللعيبة بتبقى عايزة. بس مش عارفة تعمل ايه. يعني احنا عندنا هنا في مصر الناحية الاكاديمية الناحية الثقافية عند اغلب لعبت الكورة حتى على مستوى اللغة ضعيفة جدت. ممكن تبقى ضعيفة جدت. مش كيف يقولك هو اللعيب يتحمل. اه. اللعيب يتحمل. اللعيب يتحمل. اللعيب يتحمل. يعني انا النهاردة في مثلا في زد بعمل ايه. ازاي يعد لعيب من صوره انه هو يبقى عنده حتة الاحتراف الخارجي. ازاي اللي هو يتعلم اللي هو لما يطلع يخش ويروح المطار وينزل البلد اللي هو رايح. هيقدر يتعامل معه ضابط الجوازات باللغة اللي هو رايح فيها ويبقى فاهم الدنيا مشي ازاي. كل دي ثقافة. فيه لعيبة بتخاف. فيه لعيبة بتخاف. يقولك انا هروح عمي ليه وانا بعرف اتكلم ولا اعرف اعمل ولا ولا. عش كده يقولك اللاعب لازم يطور من نفسه ثقافيا وسلوكيا وفنيا وبدنيا بص مسلس اللاعب تدريب وتغذية وراحة. توفرت المسلس عند اللاعب تأكد لو هيبقى لاعب كويس. السلوكيا دي وجعتني شوية. طبعا طبعا. انت طبعا تبعت القصة بتاعت امام عشور والفيديوهات السمات عنها والله بس ما تطاول عنيف الحقيقة على فيه فيه حالة غل. يعني انا ممكن نفهم انه فيه تنشانة ملعب فيه موخف شخصي بينك وبين اللاعب. لكن يبقى فيه حاجة تظهر ان فيه غل كبير ضد الكيان وضد رموزه وضد تاريخه. شيء لا يمط للرياضة بصيلة. ما شفتش بصراحة لا سمعت. السبحانية نهاردة سمعت اللي فيه مشكلة حصلت. لكن لا تفرجت اقولك ده فيه فيديوهات وبتاع ما تفرجتش. فيه مستجد كده ناس بتقول انه ده السوشال ميديا بسبب السوشال ميديا وتأثيرها اللي كان سلبي على الرياضة بشكل عام. سواء كنت بتكلم على اعلام سواء كنت بتكلم على نجوم سواء كنت بتكلم على اندية. وانه الامباكت بتاع التواجد على السوشال ميديا وبيتهالي كمان انه عشان الجمهور مش موجود في الملاعب لانه الجمهور بيعمل عملية بيتهالي تصحيح للاخطاء او بيطلع حالة الكابتن اللي ممكن تكون موجودة في المشاعر والأحاسيس. بقى لفاطم الدنيا مولعه وقلنا يا جماعة نهد شوال موضوع مش مستاهل يعني. ما هو اصلا نهد دي مش نفع كابتن علاء وبعدين يعني من أمن العقاب أسائل أدب يعني والحقيقة التجاوزات كترت قوي وما كانش في راضي عليها وما كانش في حد بيتكلم. لا المشكلة كمان اللي كانت مدايان انا اقلب لك برضو انا بيعندي حرية التعبير اللي ان انا يعني صريح. اللي كانت فيه ناس بتدفع عن لعيب اخطأت. يعني اللعيب اخطأ ولعيب عمل تصرفات وشكويسة. لا ايه بقى ايه بقى مش هنسيه وبقى احنا نقف معا. لا ما ينفعش. اللعيب اللي يخطأ يتعاقب سواء من هنا سواء من هنا سواء من هنا. لكن انا قاعد ادفع اللعيب عندي هو وانت عارف كاس اول هو مخطئ. دي اللي بتزعاني. دي اللي بتزعاني. ايه المشكلة كمان انها مش بيبقى تجاوز عن خطأ حصل. لا ده بيبقى تشجيع اللي جاي من بعدك. انه بيشوف انه ده بيحصل. فتشجيع على التمادي فيه. اوه دلوقتي برضو سوشيال ميديا برضو يا حمد بصراحة موقف بقى صعب قوي. النهاردة بتتكلم فيه. فيه ناس قاعدة مستنية. مثلا علاء نبيل مثلا حيكتب ايه. اي كلام بتتكتب على طول تنزل في الجرائد والمواقع وده قال وده عاد وما. ايه. 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 ايه صعب الحياة اللايف دي صعب قوي يعني. يعني فيه كان زمان مزا ان اربع خمس جرائد كنت بتقراها وخلص الموضوع على كده. النهاردة تلاقي تلتمائة موقع. وصفحات. وانا عشان كده ما عمليش في الحاجات دي خالصة. اه. لكن انا اعتقد ان الموضوع ده. مؤثر سلبا على. على. لكن انت بتتكلم معنا لاعب صغير. لا لا بد من هو. لازم يقفل تقويم سلوك رياضي. لان ده هيساعدك على انك انت بره ما بيهزروش. بتعمل اي غلط بتتعاقب. هو بيديك الفلوس انت عايزها. بس في المقابل بتنفذ له لايحة وبتنفذ له حاجة. مش هستهون في. اللي انت تضرب واحد. ولا تطع على جمهور تعمل له مش عارف ايه. لا 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 خالص. زي بشوف لما ابن الفريتين بتغلبوا بموتين بعض في الملعب. بتلعب سلموا على بعض. وبخرجوا برا الملعب. ده السلوك. طيب. هاخدك لشوية اسئلة سريعة كده. لأي مدى كابتن علاء نبيل راضي عن ادارة منظومة الكرة في مصر. منظومة الكرة في مصر. لا محتاجة. محتاجة صيانة. محتاجة. صيانة. مع ولا ضد انه يكون حكم مباراة القمة مصري. ولا تميل انه يكون حكم اجنبي. انا عن نفسي. اه. لو لو مصري بمشي الدوري كله مصري. لو مصري. بمشي الدوري كله مصري. ليه لا. مع دام انت بدونه مستقبل بيحكموا مطشات كتير والدور اللي عامه. طائم حكم مصري. ويبقى انا عن نفسي مبسوط انا ميال. لان انا كنت قبل كده هجمت وهجمت. عشان في مطش المقاولين وبرامدز جابوا حكام اجانب. دهما عندك المدربية الحراس. افضل. افضل ثلاث لعبين مصريين من وجهة نظرك. اه في دوري المحلي. انا شايف ايمن اشرف. وشايف ايمن اشرف. وشايف فرجاني ساسي. وشايف انا بحب اليو ديانج. افضل ثلاث حراس مارما. شناوي. وجنش. والحارس بتاع اسوان عمران. اه عمر صبحي تقريبا. اه حاجة اه. لا انت مركز معي. اه. اه. لا لا حارس مارما كويس. والله. اه طبعا. وعلى اعتقد الوام النادي الاهل معار. معار تقريبا اه. اه. طيب افضل ثلاث مديرين فنين من وجهة نظرة. في الدوري. في الدوري المصر. انا انا بتعاطف شوية مع الهو بمعندوش امكانيات ولا عنده جو عام. بالعكس. ده لازم تتعاطف معه كتير مش شوية. اه اه اه. انا في تقديري كابتن هايسا مش عبان السراميكا. اه. اه. انا بزا عنده امكانيات يا كابتن. لا. مع الامكانات مش مادية احمد. الناس بتكرم امكانيات مادية. لا. انا ده فرقة طالعا من. ده شري فرقة كابتن علك. معاش ما فيها ناس اقول لك انا هدف الدوري الممتاز اه. رجل عامل عامل رجل. لا اه عامل شغل. اه. عامل وشغل. اه اه. سراميكا بقدم كورة حيلو. اه. وشايف حسام حسن وعلي ماهر. مع او ضد انه مدير الفني المنتخب مصري يكون اجنبي. اعتقد ان الاجانب انا غير مقتنع بيوم تماما في المنتخبات المصريية بالذات. الاجانب غير مقتنع بيوم؟ خالص ولا واحد اقنعن في مصر. من أول ما قلنا يا مدربين أجاني منتخب مصر وكل الإنجازات للمدربين المصريين نورتنا وشرفتنا وستمتعت جداً موجودك معنا كابتن عليك شكراً جزيلاً على وقتك وكل سنة ومتطيب ورمضان كريم كل سنة ومتطيبين جميعاً يا رب إن شاء الله بشكر حضراتكم على المتابعة بنفكر حضراتكم إحنا السادسة طبعاً طول شهر رمضان المبارك هيتوقف هنكون موجودين معاكم في رمضان بشكل يومي من خلال أهلي في رمضان مسابقتنا مستمرة ومع كل مباراة نادي الأهلي بيلعبها يكون تصويت حضراتكم واختياراتكم مطلوب لأفضل ثلاث لعبين على صفحاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام شكراً لحضراتكم على متابعتنا كل سنة ومتطيبين يا رب دايماً بألف خير ورمضان كريم عليكم جميعاً